لا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبركاته نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع سائلنا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن مرحبين بضيفنا الكريم علي الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي السلام عليكم علي الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحييك تحية مباركة طيبة كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا متعاونين على البرل والتقوى كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه اللهم استعان اللهم أمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء بداية بارك الله فيكم لعلكم تتحدثون عن التراحم على من مات بشكل عام وكيف يكون ذلك على غير المسلمين أو غير من مات على غير الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الزلل والعثرات ويوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وجنبناه اللهم أننا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق أنت ولينا وأنت مولانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علنتنا إنك أنت العليم الحكيم الإجابة على هذا السؤال هو فيما يتعلق بالترحم على من مات من غير المسلمين هل يجوز أن نترحم عليه سواء كان الميت يهوديا أو نصاريا أو بوذيا أو هندوكيا أو دهريا أو لا دين له هل يجوز الترحم عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور والدته أمة فأذن له سبحانه وتعالى بذلك على أن لا يدعو له ولا يترحم ولا يستغفر ولا يستغفر لها وهذا يدل على أنه لا يجوز الترحم على من مات من غير المسلمين لأن الترحم يقتضي أن لا يرحم الله إلا من كان محبا له من كان مشتقيبا عارفا حق الله سبحانه وتعالى وبناء على هذا فلا يجوز الترحم على من مات من غير المسلمين وفيه دليل آخر وهو أن اليهود في المدينة كانوا يقصدون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتكلفون التعاطس العطاس يعطس واحدهم وغرضه من ذلك أن يترحم له صلى الله عليه وسلم لأن تشبيت العاطس أن يقول العاطس بعد عطسه الحمد لله ويقول من يسمعه يرحمك الله ويقول العاطس يهديكم الله ويصلح بانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع واحدهم يعطس يقول له يهديكم الله ويصلح بانكم ولكنه لا يقول يرحمكم الله لأنهم ماتوا لأنهم لأنهم في الواقع على اتجاه سيء وهو الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا خلاصة القول أنه لا يجوج الترحم على من مات من غير المسلمين وكون يعني يكون هناك تعزية لأهل الميت وهم غير المسلمين فهذا من باب المجاملة وديننا مبني على التعاطف والتراحم والتعاون وكذلك رعاية المشاعر وعدم جرحها كل ذلك والحمد لله يقتضيه ديننا والله سبحانه وتعالى يقول في شأن إرسال رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإذا ممكن أن يتكون هناك زيارة لعين المسلم ممكن أن تكون هناك دعوة له ودعاء له بأن الله يهديه طالما أنه لم يمت إن الله يهديه إن الله سبحانه وتعالى يسلح حاله إن الله يغير اتجاهه إلى دين الإسلام الذي هو الدين الصحيح إن الدين الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام فشكر الله لكم وخلاصة القول أنه لا يجوج التراحم على من مات من غير المسلمين نعم بارك الله فيكم وعلى الشيخ نصر الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بذلك وأذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج الرسائل النصية والواتساب فقط 05-01-785-536 حياكم الله ونبدأ بهذه الرسالة التي وصلت إلى البرنامج هذا يقول حفظكم الله من جازان تسأل عن ماذا يجب على المرأة صالحة من جازان تقول ماذا يجب على المرأة في عدة الحداد أن تلتزم به هو وقت الحداد الذي هو عدة الوفاة ينبغي للمرأة أن تستشعر الحزن على وفاة زوجها واستشعارها الحزن يقتضي أن تبتعد عن أسباب الزينة فلا تلبس من الثياب إلا ما كانت هيابا عادية غير ملابس زينة ولا تتجمل التجمل الذي تتجمل به عند زوجها أو في المناسبات ونحو ذلك فليجب عليها أن تكون عادية وفي نفس الأمر يجب عليها ملازمة بيتها البيت الذي وجبت فيه روح زوجها وفي نفس الأمر تجتنب الطيب تجتنب جميع العوامل التي في الواقع كانت تزاويلها قبل وفاة زوجها وفي نفس الأمر يعني تلتزم في البيت ولا تخرج إلا لحاجة لحاجة ماسة كأن تكون مريضة فتذهب إلى المستشفى أو أن تكون موظفة فتذهب لأداء عملها أو أن يكون لها حاجة لا تجد من يقضيها في السوق فتذهب لقضاء هذه الحاجة وأما أن تخرج في نزهة أو زيارات أو نحو ذلك فلا ينبغي لها حتى تنقضي عدتها نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله طيب هذا السائل يقول حكم زيارة القبور للنساء زيارة القبور على وجه العبوم يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة في نفس الأمر هذا في حق الرجال أما في حق النساء فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وفي رواية لعن الله زائرات القبور وهذا يعني أن زيارة القبور للنساء غير جائزة إعداء أمهات المؤمنين تتحدث وتقول نهينا عن زيارة القبور ولم يُعزم علينا وهناك من يرى جواز زيارة القبور ويحتج بهذا الحديث وذلك من قولها ولم يُعزم علينا فطالما أن النهي قائم وقد صرحت رضي الله عنها وأرضاها بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور فدائما وأبدا الأمور المبنية على الأوامر وعلى النواهي لا تحتاج إلى تكرار وتأكيد وإن جاء التكرار والتأكيد فهذا يعني قوة الأمر أو قوة النهي وأما أن يراد بأن عدم العزم على تأكيد الأمر أو تأكيد النهي بأن ذلك يعني أن الأمر ليس واجبا أو أن النهي ليس محرما وإنما مكروها أو نحو ذلك فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فطالما أن الأمر قد تم فالأمر للوجوب والنهي قد جاء فالنهي كذلك للحضر وبناء على هذا فنقول بأنه لا يجوز للنساء زيارة القبور لماذا من المعلوم بأن النساء لديهن من العواطف أقوى مما لدى الرجال من العواطف ولدى الرجال من العقول أقوى مما لدى النساء من العقول فإذا طغت العاطفة على العقل فهذا يعني بأن يكون هناك تجاوز يصل إلى حد نياحة أو نحو ذلك والنياحة محرمة النياحة على الميت فبناء على هذا نقول لإخواننا الذين يقولون بجواز زيارة النساء أين أنتم من هذا النص الصريح أو من هذين النصين الصريح يعني فاتجاه اللعن لزائرة القبور أو زوارة القبور هذا يعني بأنهم لا يتجه اللعن لأنها أتت بمكروه والمكروه هو ما لا يثاب المكروه ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هو على كل حال يعني مكروه وينبغي مراعاته لكن لا يترتب عليه إذب وبناء على هذا فنقول إن زيارة القبور للنساء غير غير جائزة والله مستعان والله أعلى أحسن الله وليكم معالي الشيخ هذا السائل يقول أنو الحج إن شاء الله في الحج القادم ولكن رعتبي لا يكفي أريد أن أخذ قرض من البنك هل يجوز حجيك في هذه الصورة الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والحج مفروض على كل مسلم ومسلمة عاقل بالر مكلف في نفس الأمر ليس على إطلاقه وإنما من كان غني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فكو يعني فيشترط لوجوب الحج أو العمر على المسلم أن يكون مستطيعا فطالما أن الأخ السائل يقول بأنه يحب أن يحج وأن يعتمر ولكنه ليس لديه من المال ما يكفيه ويحب أن يستدين يعني يأخذ تمول فنقول يا أخي الحمد لله الحج ساقط وجوبه على غير المستطيع وبناء على هذا فلا يلزمك أن تأخذ تمويلا أو قرضة أو تسأل غيرك أن يعطيك ما يكمل لك كل ذلك لا ينبغي فعليك بالعفاف وعليك على كل حال التقيد برأفة الله سبحانه وتعالى وبكذلك البعد عن الشيء الذي يرهقك والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ننتقل إلى سائل آخر هذا يسأل ويقول كيف يزكي من لديه مبلغ من المال الغير ثابت أحيانا مرتفع وأحيانا منخفض هو في الواقع الحمد لله المسألة الآن مبنية على الحول فيتخذ الإنسان شهرا من شهور السنة وكلما جاء هذا الشهر ينظر ماذا عنده من المال الذي حال عليه الحول فيزكي هذا المال سواء كان هذا المال أقل من المال الذي الذي زكاه في العام الماضي أو أكثر منه العبرة بحلول الحول والنظر في مقدار ما تجب فيه الزكاة نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة هذا يقول ما حكم قراءة السورة الواحدة أو الآية في الركعتين الأولى والثانية سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية أو جهرية حمد لله أولا من المعلوم بأن قراءة السورة أو أو قراءة الآية أو بعض الآية بعد قراءة الفاتحة في كل ركعة أما في الركعة الأولى والثانية فهذا مستحب والذي يقرأ يقرأ ما تيسر من القرآن سواء كانت قراءته سورة أو شورتين أو آية أو بعض آية هذا مما يتيسر فالله شبحانه وتعالى أمرنا بأن نقرأ ما تيسر في السورة في الآية في الركعتين الأوليين وأما الركعتين الأخيرتين الظهر والعصر والعشاء وكذلك الركعة الأخيرة في المغرب فليس فيها غير غير الاقتصار على قراءة الفاتحة نعم بارك الله فيكم هذه إحدى الأخوات تسأل عن العمرة تقول هل هي فريضة أم سنة والله اختلف العلماء رحمهم الله والذي يظهر والله أعلم بأنها واجبة كوجوب الحج فهي واجبة على من وجب عليه الحج في العمر مرة واحدة وما جاء من عمرة بعد ذلك فهو من باب التطوع نعم السؤال الثاني عن شهر شعبان هل هناك فضائل لشهر شعبان من صيام وعمرة وغيره الله على كل حال كان صلى الله عليه وسلم يصوم الكثير من شهر شعبان وعما هل ورد في ذلك أحاديث مراغبة في العمرة في شهر شعبان فلا أعرف سنة في ذلك وإنما هي السنة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالب شهر رمضان غالب شهر شعبان وكذلك ورد آثار وهي آثار في الواقع الكثيرا ضعيفة إلا أن مجموعة من أهل العلم كانوا في الواقع يحيون الليلة الخامسة عشرة من شهر شعبان لكن ليس إحياؤها على سبيل الجماعة وإنما إحياؤها إحياء فردية نعم بارك الله فيكم هذا سائل آخر يقول ما معنى التأمل والتدبر في القرآن الكريم التأمل والتدبر هو في الواقع النظر في معاني القرآن فيما يتعلق بالأمر فيما يتعلق بالنهي فيما يتعلق بالوعد فيما يتعلق بالوعيد فيما يتعلق بالترغيب والترهيب فيما يتعلق بالعضة والعبرة فيما يتعلق بالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى بالخلق والتكوين كل ذلك في الواقع مما يقتضيه التأمر والتأمل ويقتضيه التدبر نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يقول الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في العطعمة الحل والأصل في الوطء التحريم ما المقصود بذلك؟ هو في الواقع حينما يأتي فيما يتعلق بالمياه فالمياه الأصل فيها الطهارة ولا نجزم بنجاسة ماء حتى نتحقق من وجود نجاسة ملاقية له وكذلك الأمر فيما يتعلق بالحلال الأمر الأصل في ذلك أن كل شيء حلال لكن على كل حال كيف يكون الحرام؟ تأتي آيات من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على استثناء هذه القاعدة وهذا العموم وهكذا فالحاصل أن الأصل في العموم مثل ما قالوا كذلك الأصل في المعاملات الإباحة قالوا كذلك الأصل في العبادات التوقيف لأن العبادات تشريع ولا يكون هذا التشريع إلا بشرع من الله سبحانه وتعالى أو تفصيل لشرع من رسولنا صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا فهذه القاعدة الأصل في المياه الطهارة والأصل في المشارب والمآكل كذلك الإباحة الأصل في المعاملات الإباحة كل ذلك وإذا جاء من يقول بأن هذا حرام شواء كان معاملة أو شواء كان أكلا أو شربا أو نحو ذلك فيقال لهذا الذي يريد أن ينقل هذا الأصل إلى أصل ثاني أين الدليل على ذلك فهو نفس الآن المعترض عليه لا يطالب بالدليل لأن معه الأصل العام وهو البراءة الأصلية وما يتعلق بهذا وأما الذي يأتي ويعترض ويقول بأن هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز فيقال له أين الدليل على عدم الجواز حتى ينتقل الأصل من الإباحة إلى الحرمة أحسن الله عليكم على الشيخ عبد الله هذا يقول تصلني أحيانا رسائل عبر الجوال ويقول فيها أمانة في رقبتك ليوم الدين أن ترسلها لثلاثين شخصا كان يقول مثلا لا إله إلا الله أو يرسل دعاء أو ما إلى ذلك هل ما حكم ذلك؟ أولا يعني القول على كل حال الرغبة والتوجه إلى إشاعة الخير وإشاعة الأذكار الطيبة وما يتعلق بهذا هذا في الواقع أنه شيء طيب وتعاون عن الذر والتقوى وتناصع بين المسلمين أما القول بأنه أمانة وأمانة عندها لست مرسلا من رب العالمين إلي حتى أنك تلزمني بهذا الشيء إن قمت به فالحمد لله ولي أجر ذلك وإن لم أقم به فلا تثريب عليه وبناء على هذا فهذا القول عليك أمانة وعليك مسؤولية وعليك عهد الله ومثاقه ونحو ذلك هذا في الواقع على كل حال غلو في التوجيه ينبغي لنا أن نقتصر على الرغبة في إشاعة الخير وفي إشاعة الذكر وفي إشاعة ما فيه سبب من أسباب الاستقامة والصلاح نعم أما أن ننزم ونتعهد وعلى كل حال يكون عندنا شيء من ذلك فهذا لا ينبغي ولا يلجمك أيها المرسل إليه أن تنتذل لقول قوله ولا يترتب عليك كذلك شيء مما قاله من مسؤولية الأمانة فليس في الواقع رسولا إليك حتى يكلفك هذه الكلفة أحسن الله إليكم أذكر بجوال البرنامج 0501785536 هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور علي خطيب الوادي الجديد من مصر السؤال هل يحق للوالد في حياته أن يبيع ما يملك لبعض أولاده حفظكم الله أولا في الواقع نحيي الدكتور علي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه وأما ما يتعلق بالوالد حينما يقوم بالبيع فالبيع غير العطية وغير الوصية وبناء على هذا فإذا أراد أن يبيع عقار من عقاراته أو أي أصل من الأصول التي يملكها وباعها لأحد أولاده فهذا لا نقول بأن هذا جاء على سبيل التفضيل وإنما أحد أولاده كسائر عباد الله الذين يبيعون ويشترون ويتبادلون ويتبادلون العقود مع غيرهم وبناء على هذا فلا يعتبر هذا يعني لا يجوز الاعتراض على هذا التصرف وفي نفس الأمر لا يجوز القول بأن هذا من الجوري والظلمي وعدم العدل من الأولاد طالما أنه اشترى هذا الأصل بماله الذي يملكه يعني اشترى الإبن من أبيه هذا الأصل بهمن يملكه وعطاه أبا نعم بارك الله فيكم هذا الأخ يقول أنا محمد الحربي من جدة أجريت عملية جراحية هل يجوز لي أن أصلي في البيت وخاصة يوم الجمعة والله إذا كنت عاجز عن الصلاة فالحمد لله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولكن ينبغي بس أن يكون الإنسان يعني وهو يدعي العجز ينبغي أن يعرف أنه يتعامل مع الله وأن دعواه مع الله سبحانه وتعالى فإن كان صادقا في عجزه والله سبحانه وتعالى يعلم صدقه من كذبه فبناء على هذا فهو معذور وله الحق أن يصلي في البيت حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى وأما إن كان مجرد دعوة فالله سبحانه وتعالى يعلم صدقه من كذبه وعليه أن يتق الله ويعرف أن رب العالمين ليس ممن يكون هناك قدرة أو تصرف أو إجراء على التحيل ونحي ذلك فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدق أبو إبراهيم يقول بارك الله فيكم هل في حال الغبار الشديد يجوز الصلاة البيت أو يجوز لنا أن نجمع وأن نجمع صلاة المغرب مع العشاء والله أما ما يتعلق أما ما يتعلق بمن كان مصابا بربو ونحوه وفيه غبار وهذا يؤثر فهذا عذر له ولكن ليس عذرا لجميع الجماعة لأن جماعة المسجد ليسوا كلهم على مستوى واحد من حيث التأثر بالغبار ونحوه بل بعضهم قد يكون مصاب بالربو والحساسية ونحو ذلك ويتأثر فهو معذور بذلك وأما القول بأن الغبار ممكن أن يكون سبب من أسباب جمع الصلاة فنقول أولا الغبار نفسه الآن ليس يعني لا يتأثر به وتزداد حساسيته بالجميع وإنما هناك من يتأثر به وهناك من والكثير والحمد لله وهذا فضل من الله لا يتأثرون به وليس هذا كمثل الأمطار التي فيها الوحل فهذا الجميع الذين يذهبون إلى المسجد قد على كل حال يعني يجد أمامه من الوحل ومن الأذى من الأوحال والأمطار وتتابعها ونحو ذلك ما لا يختص به أحد دون أحد أحسن الله إليكم أم عادل تقول هل يجوز للحائد قراءة القرآن من المصحف أو من شاشة الجوال بدون أن تمسكها بمنديل أو غيره والله الذي يظهر لي والله أعلم أولا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي الجنب عن أن يقرأ القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا أن يكون جنوبا وبناء على هذا لماذا؟ لأنه متصف بحدث أكبر وطالما أنه متصف بحدث أكبر فالحائد نفسه وهذا طالما أنه متصف بحدث أكبر أعني الجنب ومع ذلك هو ممنوع من أن يقرأ القرآن حتى يرتفع الحدث الأكبر فإذا الحائد متصفة بالحدث الأكبر النفساء متصفة بالحدث الأكبر وإذا كان كذلك فالعبرة ليس بطول المدة بعض العلماء رحمهم الله يقول يجوج ذلك لطول المدة وخشية أن تنسى القرآن أو نحو أن تنسى حفظها ونحو ذلك ولكن الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذا ليس حجة في إباحة أن تقرأ الحائد أو النفساء من كتاب الله سواء كان من حفظها أو كان من المصحف بحائل أو بغير حائل فلابد أن يعطى كتاب الله ما يستحقه من الاحترام والتكريم ورفعة المقام وفي نفس الأمر لا نقول بأنها تحفظ ويخشى أنها تنسى على كل حال أن نحافظ على كتاب الله ونعطيه ما يستحقه من الكرامة والتقدير ورفعة المكان والله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون ومع ذلك نقول والله إلا أن تكون حائضا أو تكون نفسا لأنه يخشى عليها أن تنسى لتنسى ما تنسى أهم ما عندنا كتاب الله وأهم ما عندنا رفعة كتاب الله والعناية بكتاب الله وإذا نسيت إن شاء الله تعالى إن الله يسر الله لكن لا يمكن أن نمتهن كتاب الله لأجل حشية أن تنسى حفظا حفظته أو نحو ذلك وبناء على هذا الذي يظهر لي أنه لا يجوج لمن كان متصفا بحدث أكبر سواء كان جنابة أو كان جنب أو كانت حائض إمرأة حائض أو نفسا ونحو ذلك لا يجوز أن يقرأ القرآن حتى يرتفع أو حتى يرفع الحدث الأكبر الله أعلم أحسن الله إليكم هذه لفت أيضا تسأل تقول هل يزمني البحث عن من يفسر الحلم الذي رأيته علما بأن بعض المفسرين هداهم الله يضرون المستفسر والله الحقيقة هذا سؤال في الواقع لأكل حاجز الله سائلته خيرا ففي الواقع الذي أرى بأن مجموعة من إخواننا مع الأسف الشديد مدعي تفسير الأحلام أساء إلى مجموعة كبيرة من شرائح مجتمعنا من نساء ورجال حينما يأتي من على كل حال يظن بأن دعوى هذا المدعي صحيحة ثم يعرض عليه حلمه والله رأيته كذا وكذا وكذا ثم يترتب على هذا أن يعطيه من التفسيرات الشيء الكثير الذي فيه المضرة وفيه الاكتئاب وفيه القلق وفيه وفيه إلى آخره مع أن غالب الأحلام غالبها نسبة كبيرة قد تتجاوز 90% أو تتجاوز بمعنى هذا ومع ذلك يعني أضعاث أحلام ولكن حينما يكون عندك حلم في خير ومستبشر به قل اللهم اجعله خيرا واسعل الله أن يجعل هذا الحلم خيرا أو أن يحقق هذا الحلم إن كان مما تسعد به وإن كان حلما سيئا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانفذ عن يسارك ثلاث مرات أو نحن ذلك ثم غير حال نومك فإن كنت على جنبك الأيمن فعلى الجنب الأيسر وإن كنت على الأيسر فعلى الأيمن وإن أردت أن يكون منامك على ظهرك فلكذلك وفي نفس الأمر وأستعذ بالله من هذا الحلم وينبغي لنا وينبغي لإخواننا الذين الآن يمتهنون تفسير هذه الأحلام أن يتقوا الله وأن يرأفوا بإخوانهم ويبتعدوا عن هذه المهنة وفي نفس الأمر الحمد لله يستطيعون أن يجدوا من وسائل العيش ومن المهن ما هو في الواقع أبعد وأسلم لإخواننا الذين نجدهم يتراكضون نحو تفسير الأحلام هذا حلم كذا وهذا حلم كذا وهذا حلم كذا يا أخي جزاك الله خير إن كان الله مقدر لك خير فأبشر به قريبا أو بعيدا وإن كان الله مقدر لك ما يسوءك فعلى كل حال فهو فالله سبحانه وتعالى في حكمه وفي مراده وفي قضائه فهى عليك وليه ثم بعد ذلك هل من سعادتك أو ارتياحك أو انشراح خاطرك أن تعلم بأن هذا الحلم مترتب على شر هو كذا وكذا على مصيبة على كارثة على كذا إلى آخره طيب حينما تجهلها وتجهل متى تكون ومتى ذا أليس هذا فيه الكثير من انشراح خاطرك وارتياحك وبعدك وإذا جاء أمر الله فلا راد بما قضى الله صحيح نعم اللهم استعاني أحسن الله إليكم هذا يسأل عن الزكاة في ثلث المتوفى هل تجب فيه؟ لا لا تجب فيه لأنه الحمد لله مرسوذ لعمل الخيري طيب سؤاله الثاني عن مال الأيتام هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة ما للأيتام وما للقصر وما كذلك فاقد الأهلية من مجانين أو نحو ذلك كل ذلك على أولياء أولئك أن يقوموا بإخراج الزكاة وعليهم كذلك أن لا يكلوها يعني أن لا يجمدوها بل يستثمرونها الاستثمار الذي من شأنه أن يحمي هذا المال من على كل حال يعني كثرة الصدقات منه وهل الأيتام من مصارف الزكاة؟ إذا كانوا فقراء فلا شك أنهم من مصارف الزكاة وأما إن كانوا غير فقراء يمكن أن يكون نتيم لكن عنده مبلغ ورثهم من أبيه أو من أمه أو نحو ذلك فالعبرة بالفقري والمسكنة فإذا كان فقيرا أو مسكينة فيعطى من الزكاة سواء كان يتيما أو غير أتيم أحسن الله أولكم هذا يسأل عن تبيت النية في الصيام هل يزم التلفظ بها في مثلا شهر رمضان أو في غيره لكل اللوم؟ أن لا يخفى بأن النية الواجبة للصوم يجب أن تبيت من الليل هذا واحد ناحية الثانية النية محلها القلب الله سبحانه وتعالى يقول تعلمون الله الآية على أساس التي معناها تعلمون الله سبحانه وتعالى بشرعها وبأعمالكم ونحو ذلك فعلى كل حال يعني هذه فينبغي أن يعرف بأن النية هي في الواقع واجبة في كل عبادة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه لكن النية محلها القلب لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بالنية وإنما ينوي ما يريده من عمل صالح في نفسه دون أن يتلفظ به نعم بارك الله فيكم مع علي الشيخ عبدالله هذا يقول كيف أحقق حسن الظن بالله عز وجل الحمد لله هذا النتيجة الإيمان بالله أنت مؤمن بربك مؤمن بأنه خالقك مؤمن بأنه خالق كل شيء مؤمن بأنه رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وبناء على هذا وأنت مؤمن بهذا الإيمان وأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت وأنه على كل شيء قدير وأن بيده ملكوته كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض حينما يكون لديك من المعاني المتعلقة بهذه الصفات وبهذه الخصائص لرب العالمين يكون لديك من التقوى والصلاح والتعلق بالله سبحانه وتعالى الشيء الذي يجعلك مؤمنا بالله وبقضائه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يقول بارك الله فيكم في قراءة سورة الفاتحة إذا قرأها الإمام هل تسقط عن المأمومين علما بأني لا أستطيع أن أكمل الفاتحة حيث أن الإمام يقرأ من القرآن قبل أن أنتهي من الفاتحة والله في الواقع على كل حال هذه المسألة محل خلاف بين العلم رحمهم الله أولا لا يخفى بأن قراءة الفاتحة الحكم فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي فرض ركن من أركان الصلاة على كل إمام ومنفرد وأما المأموم فالخلاف واقع بين العلماء فيه فهناك من يقول لا يفرق بين إمام ومأموم ومنفرد ويقول بأنها واجبة على كل مصلي وهناك من يقول بأن الإمام يتحمل عن المأموم وجوب الصلاة فوجوبها ساقط عنه لأن الإمام يتحمل عن المأموم مجموعة من الخصائص التي لو كان منفردا ومستقلا بها لا كانت متعينة عليه فمن الخصائص قراءة الفاتحة للمأموم من الخصائص سترة الإمام سترة المأموم من الخصائص كذلك أن المأموم في أن المأموم ما يكون منه من خلل يعني في ترك واجب أو زيادة أو نحو ذلك ممكن أن نفس يتحمله الإمام ولا يلزمه سجود السهل لذلك فكل ذلك مما يتحمله الإمام فإذن هؤلاء العلماء الذين قالوا بأن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة ولكن لو قرأها بقدر استطاعته في سكتات الإمام ونحوه لكان هذا أحوط وبعض أهل العلم يقولون يجب عليه قراءتها ولو كانت في صلاة جهرية الله أعلم نعم بارك الله فيكم هذه الأخت آمنة من جدة تقول في قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ما المقصود بالذهب والفضة هل هي المال الموجود الآن أم الحلي لا لا المقصود بذلك والله أعلمه وعلى كل حال كل مال زكوي سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة أو نحو ذلك وأما ما يتعلق بالحلي فالحلي محل خلاف بين أهل العلم والذي عليه جمهور أهل العلم على أن الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ليست واجبة وهذا القول يروى عن خمسة من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم صحبة له صلى الله عليه وسلم يروى هذا القول عن عائشة رضي الله عنها وعن أختها أسماء وعن جابر بن عبد الله وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن عمر هؤلاء خمسة من كبار وفقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم لا يرون وجوب الزكاة في الحلي المعد للإستعمال نعم بارك الله فيكم أبو ياسر يقول ما حكم قراءة القرآن الكريم بنية المتوفاء والله في الباقة على كل حال هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله والذي يظهر لي والله أعلم أن كل قربة يفعلها المؤمن وينوي بثوابها غيره كأبيه أو أمه أو نحو ذلك أن ذلك جائس ونقيسه على ذلك لو حج عن أبيه أو عن أمه أيجوز ذلك أو لا يجوز الجواب يجوز لو على كل حال تصدق عن أبيه بمبلغ معين أو عن أمه أو عن أي قريب من أقرباءه كذلك يجوز وبناء على هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن كل قربة فعلها المؤمن ونوابثوا بها قريبه أن ذلك جائس والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر من الثلاث وذكر ولد صالح يدعو له فالدعاء إذن حينما يدعو لأبيه لأمه أي قريب من أقرباءه يدعو له فهذا الدعاء باتفاق أهل العلم دعاء ينفع الميت فإذن الحمد لله وهذا من العمل الصالح الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة وردعاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن الدعاء عبادة ومع ذلك يجوز أن يصرف ثواب دعائه إلى أحد أقاربه أحسن الله إليكم هذا السائل أيضا يسأل ويقول سعيد محمد يسأل عن شروط التوبة شروط التوبة أولا الله سبحانه وتعالى من علينا معشر عباده فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصرها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تأتيها الأنهار وكلمة عسى مجموعة من أهل العلم قالوا إن عسى من الله واجبة ففي نفس الأمر هذا يعني بأن التوبة تمحو الذنب الذي جاءت التوبة لأجله لكن التوبة ينبغي أن تكون توبة نصوحة كيف تكون نصوحا لها شروط ثلاثة إن كانت المعصية فيما بين العبد وبين ربه فشروطها ثلاثة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه وإن كانت المظلمة أو المعصية يعني لي على كل حال حق مسلم فكذلك شرط رابع وهو أن يتسامح مع هذا الذي ظلمه إما بأن يعطيه حقه أو بأن على كل حال إن كان مثلا يغتابه أو يعني صدر منه ما يجرح شعور هذا المسلم فعليه كذلك أن يتسامح منه ويطلب منه المعذرة والعفو ونحو ذلك فهذه كذلك لابد فإن لم يتم شيء من ذلك فلابد أن يجد من ظلم نصيبه من ظلم من ظلمه عند رب العالمين يقول هل هناك ما يسمى بصلاة التوبة الله في الواقع على كل حال الصلاة حينما يكون الإنسان يعني قد اقترف ذنبا وندم فهو يتقرب إلى ربه بما يقدمه وأعظم ما يقدمه الصلاة فالصلاة هي صلة العبد بينه وبين ربه وحينما يقدم صلاة قبل توبته ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والدعاء والتوبة والندم على هذا الفعل السيء إن شاء الله تعالى يكون هذا من أسباب مغفرة الله وتوبته نعم بارك الله فيكم هذا يقول أبو عبد الله أنا رجل لا أستطيع الصوم في شهر رمضان المبارك بسبب الفشل الكلوي وأقوم في كل عام بدفع كفارة الصوم للشهر الكامل إلى مكتب التعاون الخيري لكن هل يجوز لي أن أعطي هذا المبلغ لأحد المستحقين دون المكتب؟ هو على كل حال الأفضل والأتم أن تتولى إن كنت قادرا أن تتولى توزيع هذا المبلغ على ثلاثين مسكينا ليس على مسكين أو أسرة مكونة من أربعة أمفار أو خمسة أو عشرة بل ينبغي أن يكون على ثلاثين مسكين كل مسكين نصف صاع كيلو نصف فبناء على هذا هذا هو الأفضل والأتم أما أن تذهب به إلى جمعية خيرية فإن كنت واثقا منها وتقول لهم ترى على كل حال هذه كفارة كفارة صياء عدم صيام ثلاثين يوما يعني لإعطاءه ثلاثين مسكين وتراها في ذمككم وأنت تشعر أيها السائل تشعر على كل حال ثقة بهذه الجمعية فنقول لا بأس بذلك وأما أن تعطيه تقول والله هذه كفارة كذا لا بد أنك تبين لهم وتقول بأنه يجب أن تنفقوا هذا المبلغ على ثلاثين مسكين وبناء على إذا تم هذا فلا بأس بذلك لكن توليك أيها السائل توليك إنفاق أو التصدق بهذا المبلغ على من تعرفه على عدد ثلاثين مسكين هذا أحوط وأتم وأكمل وأبرى لذنة أحسن الله إليكم معالي الشيخ نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخ آدم يقول ما حكم الحلف بالأمانة لا يجوز بحالة من الأحوال الحلف بغير الله سواء بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان حياة أبيه كذا إلى آخرة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلابد من نفس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة فالحلف بغير الله نوع من الشرك وقد اعتبره مجموعة من أهل العلم بأنه الشرك الأصغر وهو في الواقع سيركم بالله وأعظم من المعاصي إلا أنه لا يخرج من الملة من ملة الإسلام وإنما هو كبيرة من الكبائل جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبرك الله فيك وفي علمك بارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يختم هذا الحديث بمنبع لكل أفائدة إخواننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا آخر عهدنا بهم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إلى هنا ونأتي لاختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ عبد الله بن اسلمان المني عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي جزا الله الشيخ خير جزاء واجعل ذلك في موازين حسنات ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يغيث البلاد والعباد وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل مكان نستودعكم الله إخوة الإيمان ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل وهذه تحية من الزملاء كافة ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون